لتنظيف الحاسوب من الفيروسات ومن الملفات الزائدة وتنظيم الملفات في الحاسوب حتى يصبح الحاسوب بشكل أسرع تابع معي الخطوات الآتية أول شيء نقوم به وهو تنظيم الملفات في الحاسوب بحيث يقوم القرص الصلب بالعثور عليها في أسرع وقت نضغط على This PC ونقوم بمعاينة أسماء الأقراص الصلبة أنا في حاسوبي عندي 6 أقراص في أغلب الأحيان عندك قرصين القرص C والقرص D بعد ذلك نضغط على زر Windows على لوحة المفاتيح أو نضغط في هذا المكان ونكتب CMD ثم نضغط على Run as Administrator الآن نكتب الأمر Defrag ثم فراغ ثم نقوم باستدعاء القرص الصلب الذي نريده على سبيل المثال نستدعي القرص الصلب G نكتب G ثم نقطتين ونضغط Enter الآن يقوم الحاسوب بتنظيم الملفات هذا الأمر Defrag نافع بالنسبة للأقراص الصلبة الميكانيكية أما بالنسبة للأقراص الصلبة الحديثة فلا تحتاج إلى هذا الأمر فهي تقوم به تلقائيا بعد أن استغرقت العملية حوالي ثلاث دقائق يأتيك رسالة بهذا الشكل ثم اضغط Enter فيقول لك لقد تم انتهاء العملية بعد ذلك في نفس النافذة اكتب Clean MGR ثم اضغط Enter فتخرج لك نافذة بهذا الشكل اختر القرص الصلب الذي تريد تنظيفه ثم اضغط OK فتخرج لك نافذة بهذا الشكل ضع علامة صح في الملفات التي تريد تنظيفها ثم اضغط OK Delete Files وانتظر حتى تنتهي العملية إذا أردت الحاسوب هو الذي يقوم باختيار الملفات التي يريد حذفها بحيث لا تخترها أنت يدويا قم بوضع هذا الأمر ثم اضغط Enter كذلك إذا أردت حذف كافة الملفات الغير مرغوب فيها قم بكتابة هذا الأمر ثم في الأخير اكتب اسم القرص الصلب على سبيل المثال القرص الصرب E ثم اضغط Enter تخرج لك نافذة بهذا الشكل اضغط على OK ثم Delete Files ثم اضغط على OK بعد ذلك نقوم بحذف الملفات المؤقتة الحاسوب يفعل ذلك تلقائيا لكن قد تحتاج إلى فعل ذلك يدويا وذلك بكتابة هذا الأمر ثم اضغط Enter فتخرج لك نافذة بهذا الشكل اضغط على Ctrl A لتضغيل كامل الملفات ثم اضغط بيميل الفأرة واضغط على Delete ثم ضع علامة صح في هذا المكان ثم اضغط على Escape ولحذف الملفات المؤقتة تلقائيا مع تفادي الملفات المفتوحة اكتب هذا الأمر ثم اضغط Enter الآن لتصليح نظام الويندوز واسترجاع الملفات المفقودة من هذا النظام اكتب sfc space slash scan now ثم اضغط Enter سيقوم بمعاينة الملفات المفقودة واسترجاعها وتصليح نظام الويندوز